لم تقف الشوارع غير المجهزة في غزة عائقا أمام فريق سكت فلسطين للهواء الفريق الطموح يقضي وقته بممارسة التزلج الأرضي في شوارع خانونس جنوبي القطاع ويعمل على تطوير قدراته بأبسط الإمكانات سعيا لكسر جدار الحصاري بالوصول إلى العالمية رياضة السكت زي أي رياضة تانية بنمرسة في الشوارع فيش إلها أماكن مخصصة بنلعبها في الشوارع المكسرة وبنجمع نفسنا لحالنا وبنعمل أدواتنا عشان نقدر نلعب هذه الرياضة الدواء في أنه احنا بنحب هذه الرياضة يعني أنه نلعبها ونرفعها عن نفسنا في الحصار وفي وضع كورونا بالأوضاع يعني الصعب اللي في قطاع غزة بنقيشها فبنتطر نلعب هذه الرياضة وأي رياضات تانية بنتعلمها في الشوارع يعني في الشيء اللي نوادي خاصة نقدر نتعلم فيها بنتعلم من عن طريق النيت على اليوتيوب نشوف حركات بنتعلمها بنحاول نطبقها يعني في أقل الإمكانيات موجودة عني الفريق المكون من 15 لاعبا وبأعمار مختلفة يؤدي تدريباته كلما أتاحت له الظروف خاصة في ظل إجراءات فيروس كورونا ويقومون بعمل حركات مختلفة وينتقلون من مكان لآخر بسرعة وخفة رغم حاجتهم الماسة لتوفير ودعمهم بأدوات التزلج والاعتراف الرسمي برياضتهم صارنا 4 سنين بنلعبها وبنمارس زي ما انتا شايف في الشوارع يعني ما فيش حد يحتم فينا ومناش أماكن نلعب فيها يعني بنتمنى الناس انها تطلع عنا وتشوف موهبتنا يعني فيه موهب كتير في غزة ومخطوف محدش مش مبين على القطاع ونفسنا نسافر بره يعني ونمسل اسم فلسطين صعوبات كبيرة تواجه الفريق أبرزها عدم وجود مدرب محترف فهم يتعلمون الحركات والمهارات من خلال الانترنت إضافة إلى الإصابات التي يتعرضون لها إلا أن هذا لا يقف حائلا أمام استمرارهم في السير قدما في طريق تحقيق أحلامهم أنا عندي يعني تعرضنا لإصابات كتير بس رغم يعني كل الإصابات بدي أحقق حلمه بدنا نوصل صوتنا للعالم كله إنه يشوفونا ويقدروا يساعدونا ويقفوا معنا يعني قداش تصوابنا إصابات بس يعني رغم إشي يعني مستمرين فيها إحنا ممكنياتنا ضعيفة يعني نخرب البوت اللي معانا لسكيت ما فيش يعني خلص نخرب بحطه عشقه وبدن نقاعد يعني ما فيش حد متبنين أنه يقف معنا يجيبنا يوفرنا الأشياء اللي بدنا إياها يستغل الفريق وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الانتشار وإظهار مهاراتهم من خلال الفيديوهات التي ينشرونها عليها رغبة منهم بإبراز هذه الموهبة للعالم وأملا بخوض بطلات خارج أسوار القطاع المحاصر بالرغم من غياب وسائل الحماية لهذه الرياضة إلا أن الهوات يواصلون ممارستها حبا وشغفا بها وتبقى الشوارع المكان الوحيد لهم إلى حين دعمهم وإنشاء ملاعب أو منصات خاصة بتلك الرياضة عامر الفراء اليوم قطاع غزة